بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله 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 الرحيم إذا شخص هنا أنا قلنا ما يصير عدة رزق أو كومبليكيشن إذا كان الـRH positive يستلم بلد من الـRH negative يعني ليش ما يصير عدة أي مشكلة لـComplication إن هو أصلاً RH negative هو أصلاً فاقد للـ Antigen D فمن يستلم يروح يعني البلد ماته للشخص اللي عدة Antigen D فما رح يصير أي مشكلة عنده ما رح يتكون أجسام مضادة من هذا الشخص الـPositive ضد الـ Negative والقال لك ماكو أي رزق وماكو أي كومبليكيشن إزيان inheritance of the RH Antigen رسس فاكتور is an inherited dominant فاكتور وعبارة عن شنو عامل سائد نسميه قد يكون هذا العامل السائد متماثل نسموه homozygous رسس بوزيتف with DD إزيان يعني شنو هنا أنا يقول إن هذا من يكون العامل هذا يكون DD الأنتجين يعني هو من الأم والأبديدي في هاي الطريقة الكابتل اللاتار الـDominant يعني نكون Dominant نسميه يكون متماثل أو يكون شنو يكون هيدروزايغوس رسس بوزيتف إليه يكون شنو هاي دي الـCabital والدي سمول إليه جاي شنو جاي من أبوين هذا يحامل للأنتجين وهذا يعني الوراثية للأشخاص الRH positive والRH negative هس هنجي هنانا الفاذر وهنا ماذر وهنا ايضا فاذر وماذر هذا الفاذر شنو هو شنو ها هنانا homozygous RH positive طبعا هنا هننا هذي الر هو نفسه يقصد بيها الد دي لقلنا احنا homozygous او يقصد بيها الر ال capital والر small letter يقصد بيها نفسه الد دي بس هنا هنه هاي هو بالتوضيح الرسم يعني مستعين بهذه الرموز اكثر بما مستعين بالحرف ال D بالR بس هنا معناه من معنوها RR يعني شنو هذا معناها homozygous RH positive الماذر homozygous RH negative زين ايش راح يصير الجيل القادم ايش راح يكون هتروzygous RH positive ولكن 100% يعني 100% الاولاد او الجيل القادم ش راح يكون راح يكون عبارة عن RH positive ولكن heterozygous مو homozygous زين هسا نيجي الماذر اذا كانت homozygous RH negative ايضا والفاذر heterozygous RH positive مو homozygous heterozygous يعني اللي يقن دي كابتال و دي سمول او R كابتال والR سمول هنسميه heterozygous ايش راح يكون الجيل القادم راح يكون الجيل القادم 50% RH positive هتروzygous وخمسين بالمئة RH negative homozygous زين هسا نيجي الان اذا كان الفاذر heterozygous RH positive والmother heterozygous RH positive ايضا ش راح يكون الجيل يعني الاب RH positive والام RH positive ولكن شنو اثنين هم من نوع heterozygous مو homozygous heterozygous ش راح يكون الجيل القادم راح يكون 25% homozygous RH positive 50% heterozygous RH positive 25% homozygous RH negative يعني بالنمحصلة 75% من اتم positive و25% من اتم RH negative ها هنا انا ايضا نفس اللي شرحت قبل ولكن صورة توضحية اكثر ايضا قلنا هنا الفاذر homozygous وذديدي هسا انا مو R مثل هذا هذا يعني استخدم الرموز الديدي اللي حتشيناها قبل دقائق انه homozygous father dd RH positive والmother homozygous RH negative الجيل كله راح يكون الـ راح يكون 100% ها راح يكون positive ولكن heterozygous مو homozygous مثل father وانما heterozygous هسا الحال هاي حالة الحالة ثاني وهذا أيضا رسم توضيحي هنا هذا الفاظر هوموزايقس المذر هوموزايقس فمثل ما قلنا انه 100% راح يكونون RH positive ولكن شنو من نوع الهترو زايقس هنا اذا كان الفاظر هترو زايقس RH positive المذر ايضا RH negative هنا راح يكون الجيل القادم 50% RH negative و50% of children RH positive هترو زايقس RH incompatibility RH negative woman with RH positive man البيبي راح يكون RH positive ال RH positive fetus across the placental barrier and enter into RH negative mother's blood stream من راح يدخل قطرات الدم من الطفل اللي هي تحمل ال RH positive يعني بها ال anti-gene D يعني احتوى ال anti-gene D انتقل المن الى الام اللي هي RH negative اللي ما عدتها هذا ال anti-gene ش راح يصير راح يحافزنه الماذرز اميون سيستيم ريكت فيتال RH anti-gene ستيميولوس باي بروديوسين الارج نمبر راح يدخلنا اجسام مبادة ضد كوريات الدم الحمراء اللي هي موجودة بالجنين اللي تحمل ال anti-gene D mother's antibodies and fetus رد بلاس سيز راح يسببنه راح يسببنه يعني اجسام مضادة مع المستضادات راح يسببنه heimolists ارثو بلاستوسيز فتالس هاي الحالة نسميها ارثو بلاستوسيز فتالس انه هي mom's RH antibodies exposed to the baby's RH positive anti-gene during pregnancy or at time of birth mom's immune system produces antibodies against RH positive anti-gene ارثو بلاستوسيز فتالس a heimolatic disease of newborns the result of the RH incompatibility نتيجة عدم تطابق الفصيلة الدم ال RH factor mother is RH negative والفتاس RH positive both heimolists and agglutination will be arzat راح يسرعتهم تحلل في كوريات الدم الحمراء والتجلطات ايضا ارثو بلاستوسيز فتالس خطوة المرحة الاولى انه هاي red blood cells ماتل الفيتاس فتال اللي هو RH positive يحتوي على anti-gene d هذا الماترنال بلاد RH negative اه هنانا ال red blood cells راح تدخل الماترنال circulation اه بعدين شو راح يصير ماترنال RH negative red blood cells راح يكونن شنو اه anti-RH antibodies راح تكونن اجسام مضادة لهذه كوريات الدم الحمراء اللي دخلت من الجنين الى الام بعدها بالماترنال circulation maternal anti-RH antibody cross the placenta راح تعبر البلاستنت هاذه الام الام المضادة وراح يسبب ان agglutination of the fetal RH positive red blood cells leads to the hemolytic disease of a newborn RH incompatibility mother RH positive هسا نجح حالها انو mother RH positive هو negative والفيتس RH negative الred blood cells from the fetus can go into the mother's blood stream through the placenta فممكن تقدر تمر بدون اي مشكلة هاذا لانو هو negative وال on positive ولكن RH negative mother immune system trees the RH positive fetal red blood cells as foreign substance تحسب كأنما هو الجسم غريب دخل لها راح السبب انو تحفز الimmune system وانتج ان اجسام مضاد ضد كريات الدم الحمر اللي موجودة بالجنين these NTRH antibodies may cross the placenta تعبر المشيمة الى الجنين مرة اخرى where they destroyed the fetal circulation red blood cells orthoblastosis fetalis the first child is usually not affected عادة ان الطفل الاول لا يتأثر normally لان الام ما متحسس من عنده الموم will not have any antibodies in her blood when baby is born لكن بعد ولادة الطفل الاول little of its blood gets into the mom راح تتحسس قليلا من كرة الدم الحمر الى دم الام وراح تتحسس الام تنتج الاجسام المضاد ولذلك she has a second baby the ntd antibodies now pass from mom's body to the baby لذلك لازم نمطي لقاح وخلال 72 ساعة راح نحشيها انه prevention of the orthoblastosis fetalis prophylactic treatment is passive immunization of the mother with anti-RH agglutinin رغام shortly after delivery of the first baby فاذا لازم اول طفل من ولاد خلال 72 ساعة من الولاد يجب اعطاء لهم هذا اللقاح حتى يكون حماية للاطفال الثاني والثالث يعني كل طفل لازم تاخذ هذه الابرة تأخذ تترون بسي رح اخذ موضوع بسيط موضوع من الابرة نتد بسيط موضوع